أنا أقدم أخي الفاضل لأستاذ الدكتور سعدي زاكي مكيل كلية الطب للشؤون البيئة والمجتمع وأستاذ الجهاز الهضم والكبد التوك بتاعته النهاردة عن الفود فود انتر اكشنز فليتفضل شكرا أكتب يوسيف وطبعا استحملوني برضو هو موضوع فيري تيدياس وطويل حاول اختصر القدر المستطاع وطبعا أنا لما فكرت في الموضوع ده احنا كلنا طبعا بناكل من غير حساب ده مع ده وطبعا لما جدت أفكر ده مهم تحط له لستة زي الدرج درجة الانتر اكشن المفروض نحط ده يتعطائمته وده يتفاعل ازاي فالفود انتر اكشن يعني الأطعمة بتتفاعل مع بعضيها بالسلبة أو بيجا الفود انتر اكشن ده ده نامي كومبليكس اللي شنشم بين الديفرانت فود هون تكون سيوم توجيزر وبالتالي الاندرستانينج هذه الانتر اكشن كروشيال فور افتوميزن نيوترين دايجيشن ابصوربشن بايو افيربيليتي ميتابوليزم يعني انا بستفيد من اكل المفروض انا باخد اكل مع اكل يزودوا بعضيهم يحسنوا بعضيهم بس مش يصبطوا بعضيهم الانواع الطيب السوف انتر اكشنز زي برضو الدراجز كومبليمنتري كومبليكس انهانسن انهيبيتوري انسنرجيستيك فالمفروض انا بادور باشوف الده ببورينتيشن بكل ده علشان انا ممكن اعجمينتيشن للكومبليمنتري الانهانسن سنرجيستيك وهتجنب بالتجنب والانهيبيتوري انتر اكشن هندي مثال بسرعة الانهانسن يعني الدواء يعني الفود يكمل يعني فيه ده ده وده مع بعضهم يكمل الدين والزويد الانهانسن بتاع الضيط فبالتالي لما انا بعمل الانهانسن بزود سواء كان ابصوربش انه الانهانسن المهم الانهانسن في الاخر بقى اوبتوميز الاسماق نبدأ بسرعة الانهانسن والسلomat مع بعضهم كثيرا مثلا الروز الشعير الماخد مع coeur والنتل والحماس الموضع بلنس الدين او مين الاسد متجانسة مثلا الغ voulez ميثيلين الانهانسن الانهانسن فالعض مع بعضهم الدين والسلomat واللانس السلomat سبينيش والليمون واللمون، السبينيش كذلك هو نسمة من منفلي لكي أنا أزود الأبصور بالبعض على الأيان بأضيف عليه الليمون كأسكور بكاسد هذا سبينيش كذلك سبينيش كذلك سيحوله من فرنكسيت لفرنكسيت ويتلقى أيضا من أعمل ثاني يأخذي سبينيش اللمون بيزود الأبليات وانا هاخده كصورس آيرن برضو فيه كالسيوم ولكن الكالسيوم اللي فيه مش صورس كويس ليلا مع أوكزاليت فالأوكزاليت بايندين الكالسيوم فميمنع العبصور بشام بتاعه فالسبينيش هناخده كصورس آيرن وضيف عليه اللمون أفضل ولكن كصورس كالسيوم مش مزبوط الأفوكادو الطماطم فيها من الحاجة الإنجليدية فيها حل اللي هو لايكوبين ده عبارة عن أفضل الاتفادية عندما أضيف عليها الأفوكادو يزود الأبصوربشن والبيو بلايكوبين ده بعض الموقع وبالتالي عندما أضيف الطماطم عشان أخذ منها الليكوبين كأنتي أكسيوم ويضيف عليها الأفوكادو كمئفاة ميل يزود الأبصوربشن بتاع الليكوبين زيه زي برضو عندما جاء بعمل كوكتيل زي ما بنقول عايزين كوكتيل يزود البيو تاع النويتراتي المكسرات المكسرات زيادية تستطيع الوضع الدمية مثل النتائج بنثال الشعب ويجعلك جميع البطاقة يستطيع الترقية في أملكا وخائف Little بدون الخضرات هكذا الأمور أحسن ده عبارة عن طبق سويسلي اصلا في المقام الاول بيحطوا الشوفان بالليل ويحط عليه الصبح مكسرات ويحط عليه لبن وبعدين زي البانانا كده بيضيف عليه بيزود بتاع زيز دايو ده ممكن ينفع طبق في الصبح الكمفليكتنج بقى يعني ده عبارة عن مادة بتعمل مع بعضين فبتقلل الابسوربشان فانا باكل واعتبرا ما اقولش لان المادة نفسها خلاص برزب بمادة تانية فهي some foods can conflict with each other and alter the body ability to utilize particular food or cause serious side effects. الcontradictory interaction may prevent some nutrients or substance from from being absorbed used or metabolica processed which may result in nutrient shortage or other adverse side effects. زي ايه زي ما خالي rich calcium rich foods مع كالسي مع iron rich foods. الاثنين مع بعضيهم سابرس الاكل اللي ابسوربشان بتاع الاثنين. فعشان كده لما يلاقي فيه calcium rich foods واير نتشي فود لازم نبعده مع بعضيهم بوقت على اقل ستة ساعات علشان اقلوا الابسوربشان في ايرن والأقلوا الكافيه والكالسيوم لما يحب يعطي حاجة rich calcium ما شربش معاها كافيه لان الكافيه بيقلل الاابسوربشان في كالسيوم وطبعا بيقلل الاابسوربشان يزي بس بس يقلل الاابسوربش ده كمان بيزود لك سكريشان في كالسيوم في اليورين فبالتالي ان محب انا اخد حاجة identifier كافيه يقللوا يبعد الكافيه عن الكالسيوم rich foods. الزينك والايرن برضو الاتنين مع بعضيهم كمبيت إتش آزر عشان كده مديش الزينك أبسوربشان ميت بي همبرد باي هاي ضياتري آيرن ليبل وبيز فرسا الكبر والزينك برضو كمبيتتورز وده من ضمن البيز بتاع استخدام الزينك في الويلسون ديزيز هنو يقلل كبر عشان كده الكبر ريتش فول مديش معها زينك ريتش فول للاتنين مع بعضيهم طبعا الكحول وزي عارفينوا كلكم الكحول طبعا بيعمل سابريشان أو ديكريز الأبسوربشان متاع السيفرر نيوتران زي الفوليك آسد زي الصيامين بايتم بيتويلف بينج أبسور أو يطلائز بايزابودي عشان كده الكورنك أبسوريك دايما بيبعندهم نيوتوريشان ديفيشيز افزي الصبستان الانترهانسنج بادل لانا بدور عليه ان الفود يعمل هانسنج الأكشة متاع الفود وبالتالي الأكشة متاع الاتنين بيبقى اكتر من كل واحد لوحده زي ما زي مثلا فيتامين دي وكالسيوم انا بحدد عايز فيتامين دي أو عايز كالسيوم بدي في فيتامن دي مع الكالسيوم يزود الغاثور Hunting متاع الكالسيوم والديبوزيشن في كالسيوم في البوم زي اللايين وفيتامين صدق粉 اللي قلنا عالجها في السبنيش والليمم فكل التحق وكل اللايين اللي واحتوي على فيتامين صيد والفود リتش الغ İion اللي اتنين يزود الع соп بنصدي الاف буде الغريок وما الم بسرن بتلاح الالس حتى مثل العدس والسبانخ ومع السترس فود والبيبر اللي هو الفلفل بيزود الأبسوربشن في هذه الفلفل تيوميرك طبعا كان فيه كلام كتير على تيوميرك والكركمين والكلام ده كله ده هو ده strong anti-oxidant strong anti-inflammatory البلاك بيبر في مادة اسمى البيبرين لما تعطى معها الكاركمين بيزود الابسوربشن والبايا بيزود الكاركمين ألف مرة فبالتالي مع بعضهم بولوها strong anti-inflammatory strong anti-oxidant فبالتالي بحط ده مع ده هاي با البوتنسي بتاع الانتوكسين بروبارس فيري هاي اللي قلنا الأفوكادو والطماطم برضو مع بعضهم الطماطم فيها لايكوبين وده anti-oxidant الأفوكادو كفاتميل بيزود الابسوربشن of this anti-oxidant substance الطماطم برضو برضو فيه لايكوبين والانتوكسين اللي فيها الكاريتونيدي اللي فيها بتمتص في وجود فاتميل زي زي ال 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 لكن في حاجة مهمة اول معلومة ان لايكوبين اللي موجود في الطماطم الكونتينت بتاعه بزيد خمس ست مرات لو انا كالتو مطبوخ يعني الطماطم المطبوخة مور فاليابول عن الطماطم النياني عشان كده المادة لايكوبين بتبقى الكونتينت تحت خمس ست مرات اكتر منها فيه لو كان رود ايه رو الجرين تي واللمون الجرين تي فيه مادة اسمها الكاتيكين الكاتيكين دي سترونج انتوكسين سابسنس نما بيضيف عليها سكوربك أس اللي هم موجود في اللمون برموت الابسوربشان نيوتوليزيشان اف اكس دونتا الكاتيكين في الجرين تي خمس مرات لو استخدمت الجرين تي الوحده فبالتالي ما عايز مادة زي دي بضيف الجرين تي بحط عليها شوية للمون كم نقطة للمون بيزود للبوتنسي بتاع الانتي اكسنان كاتي انه يبيتوا داو داو المهم وده الخطر ان مادة بتعمل صبرشها اللي مادة فود بيعمل صبرشها اللي فود وبالتالي ما فيش نيوترشنال فاليو وحنا ببناكل ومعتقدين ان فيه نيوترشنال فاليو وهو في الحقيقة ما فيش زي ايه الانتي نيترانس في بعض المواد ogle زي مثلا المواد المواد اللي فيها الكلاسيوم وفيها التانين وانا قلت من شوية الاس بينش فيه كالسيوم وفيه اجزاليت فمش تستفيد من الكلسيم وانوكزاليت بيربط الكالسيوم بين العربي بتاعها فبالتالي المواد يبين المنرا زي الآير وزي الكالسيوم وزي الزينك مع المواد اللي فيها الفايات وال طب الفكرة كيف نفعل المواد التي يوجدها التنويتران تقلل التنويتران تفكت فيها لو عملنا لها سوكينج أو كوكينج أو السبراوتينج يعني مثلا الفول في التنويتران الفول لما بعمله بخله نابت يعني بيقلل التنويتران تفكت اللي فيه وبالتالي ما بيعنيش ما بيعنيش بايندينج للمينرز اللي هي ممكن تتاخذ معه الانزيم والبروتين في بعض العطعمة زي الصيابينزجا فيها أنتتريبسل التريبسل ده طبعا مسؤول على الديجيشن أوف بروتينز فالمادي الصيابينزة ممكن نعمل صبرشها للتريبسل ويقلل العمصور بشان والديجيشن بتاع البروتينز مش بس كده التنين اللي موجود في القهوة والشاي بيعمل برضو بيعمل مشكلة لأنه بيعمل الديجيشن الأميليز والبروتينز اللي هو التريبسل عشان كده لما بنأكل مفهوض الشاي والقهوة ما نأخدهاش بعد الاكل ليه لأنها دعمل مش بس كزي ما قولنا الشاي بيقل الابسور بشان في اير ما طبيعي لكن فيه كمان مهم انزيم من هيبتورز بيعمل الديجيشن الأميليز والتريبسل اللي هو مسؤول عن ديجشن في كاربوهايدريت والبروتين فبالتالي الانسان مش هيستفيد من هذه المواد لأونا خلق الشاي والقهوة بعد الاكل مباشرة الليفل ده بيقل ازاي بيقل نما برضو بالكوكينج والسوكينج والفرمنتاشن الفوت انتولرانس طبعا العين اللي عندهم الاكتوز انتولرانس المبادة ديري برودكس بيحصل ضيارية وزموتك ضيارية فالعين ما مستفيدش من الكونتينت اوف ديري برودكس الكالسيوم وغيرها من اللي موجودة في الملك الفايبر طبعا وجود الفايبر مهم قوي وطبعا لازم يكون في ليفل معين لزيارة الفايبرز بيبقى نهندر او بيرفينت الابسورباشن في منرالز زي ما قلنا من شوال العين والزينك والكالسيوم فبالتالي يبقى فيه نوع من الليفل معين لاستخدام الفايبرز علشان نتجنب الديفشينتس اوف ديري تنترى يعني في اتنين مع بعضيهم تفوز مع بعضيهم الاكتوز متحفل باكتر من كل واحد لوحده السنرجيس تيك انتراركشن كان امبروف البروتين كواليتي انكريز الانتي اوكسنت افكت امبروف الفليفر تيكشر انسبورت كونترول زي ايه الانتي اوكسنت سينرجي لو انا بديف في فيتامين اي ريتش دايت مع فيتامين سيريتش دايت بتزاوتو بتاعة الضيطة اللي بيديها للعيان. الجليسيمي كنترول لما بيأخذ بعض المواد مع بعضيها ودفر انت جليسيمي كينديكس الاند رزالت انه بتقلل الابسوربشان اوف كاربوهايدريت وبتعمل كنترول للبلوت شوجر ليفر. التيوميريك والفش يعني ما تضيف الكاركومين زي ما قلنا الكاركومين ده مادة سترونج انتينفلمات من مع الفش اللي احنا بناكله بيزود الانفكت بيقلل البرودكشن في كازونويد كاكسين سبيشيس وبالتالي بيقلل الاكسيدي في سترس عشان كنا ما نبديل اتنين مع بعضيهم بيقلل الانتيفلماتري برودكشن بيقلل الرياكتف اوكسين سبيشيس فبيقلل الاكسيدي في سترس السلطة طبعا فيها كاريتونويد وحاجات دي كلها مهمة جدا كانت اوكسين لو كانت مع السلطة بيزود الابسوربشن في كاريتونويد تلاتة لتسع مرات في بالاكشن بتاعها والكون بتاعها في السيركوليشن انا قربت خلاص الجورت والبانانة يعني الزبادي مع الموز الزبادي كسورس اوف برو بايوتيك والزبادي والبانانة كسورس اوف بري بايوتيك الاتنين مع بعضين بتنشيات الجود بكتيريا وكمان بتنشيشن بتاعها بيزود الديجيشن حسن الديجيشن وطبعا لو دور كبير زي ما تحضر لكم في مايكرو بايوتا على فيلميونيتي واضر ديزيز الاني والجار كنوا عالفين البصل يقول لك عجبتوا الماصرين يا مرضون وعندهم العسل والبصل فالبصل والجارلك مع بعضيهم مهمين جدا في الكنترول في غليسيميك او الجلوكوز ليبن الريد ميد والروزماري داما كنا بنقول ان بياكوا اللحمة حمرة كتير بيطلع منها كارسينوجينيك وكانسر كانسر وخاصة اللحم بتعمل بليه بالجريلينج فقالوا لو جدوا الروزماري فيها فينوليك سابسنس سابرس البردكشن اوف زيز انتي او كارسينوجينيك سابسنس وبالتالي يبقى احسن لما ضيف اللحمة انا بعمله بشوي بضيفها الروزماري سابسنس ان كونكولوجن انكريزن اغسى الروزماري داما سابسنى ان سيطرر الروزماريات العيونية بما أنتم الاعجاب الروزماريات العيونية مهملية وهو احتاجات منقبل آسف الروزماريات العيونية اخرى هي فقط بضيفة طريقة تناولها ومجد تتعاصر من فضيف هذه الموضوعات العيونية اخرى لغاية الموضوعات العيونية والغاية من المت cherche ما احتاج وأطعا طول دا شكرا لحضراتكم